السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد وبرنامجكم الأهلي ينتخب الأهلي ينتخب خلاص يعني بدأنا في العد التنزل السريع ولم تبقى غير أسبوع ويوم أو يومين وتنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بإذن داته على مكتملة يوم 26 نوفمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي في الأربع سنوات القادمة النهاردة كان يوم مهم من ناحية القضائية بالنسبة لانتخابات الأهلي الانتخابات كانت مهددة بل أن هناك كانت دعويان أمام الدائرة الثانية في مجلس الدولة في مطالبة بإيقاف انتخابات الأهلي دعوة رفعها الأستاذ محمد سابت فضل الله عضو النادي كان بيطالب بإلغاء دعوة لعقد الانتخابات والسبب أن الراجل شايف أنه مات قرأ أو الطلب اللي كان مقدمه إلغاء الدعوة لانعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات اعتراضا على الرسوم رسوم الترشيح اللي قرأها مجلس الإدارة وقال أنه ده مش موجود في لايحة النظام الأساسي ومن ثم هو يرى أنه المجلس خالف اللايحة في فرضه الرسوم النادي الأهلي كان رد في دفوعه على هذا الأمر أنه لا هذا حق أصيله ده اللي قالته حتى المحكمة الدائرة التانية برئاسة المستشار فتح توفيق أنه قرار تحديد رسوم للعملية الانتخابية هي حق لمجلس الإدارة منحته لي لايحة النظام الأساسي للنادي لأنها قدت مجلس الإدارة الحق في تحقدير رسوم الترشح مساهمة من المرشح في تكاليف العملية الانتخابية في النادي ومن ثم الأهلي لم يخالف صحيح اللائحة والقانون في هذه الجزئية ومن ثم تم رفض دعوة الأساس محمد سابت فضل الله وتم التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها 25-26 نوفمبر الجاري كمان كان في دعوة من الأساس أحمد مجدي يحيى كان بيتف أيضا بيطالب بإلغاء الانتخابات بدعوة أنه راح يترشح فلم تقبل أوراق ترشيحه المحكمة قالت بعد الاطلاع على حافظة المستندات أن مقيم الدعوة أقامها بدون زي صفة يعني واضح أن عضويته فيها مشكلة فبالتالي ليس من حق التقدم بالطلب وهو مش متمتع بصفة العضوية الدعوة الثالثة كان الأستاذ وليد الفيل عضو النادي بيطالب بإدراج اسمه في كشوف المرشحين لأنه قال لما رحت أتقدم أوراق ترشيحه ما كانش معاه شهادة أداء الخدمة العسكرية وكان أقدم في اللحظات الأخيرة يمكن عشر دقائق قبل غلق باب الترشيح في اليوم الأخير ومن ثم رفع دعوة بيطالب بإدراج اسمه في كشوف الناخبين على مقعد نائب الرئيس وبالتالي صدر الحكم زي ما قلتلكم من الدائرة الثانية بأحقية الأستاذ وليد الفيل بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على مقعد نائب الرئيس اللي مرشح فيه أيضا الأستاذ العمري فاروق وبالتالي المحكمة قالت أنه اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي طلبات الترشيح حسب لايحة النظام الأساسي للنادي هي مش من اختصاصها قبول أو رفض أوراق المرشحين هي بتقبل الأوراق المقدمة لها وتعرضها على مجلس الإدارة مجلس إدارة النادي هو الجهة الأوكالة إليها لايحة النظام الأساسي الحق في النظر في أوراق المرشحين قبولا أو رفضا حسب استفاء كل شروط الترشح ومن ثم رأت المحكمة أنه اللجنة الإدارية المختصة بتلقي طلبات الترشيح تغولت على سلطة مجلس الإدارة في هذه الجزئية ورفضت أوراق أحد الأعضاء اللي هو الأستاذ وليدي الفيلو ومن ثم أدته الحق في أن يضاف اسمه إلى كشوف المرشحين النادي الأهلي طبعا في انتظار الحكم أول ما هيجيله تقدير الشخص أنه حيتم تنفيذه طبعا هو واحد من أعضاء النادي لم يبقى معه حق قانوني أو حكم محكمة حقه في الترشح ده حقه أصيل وبالتالي سيتم إدرج اسمه في كشوف المرشحين حين تلقي حكم المحكمة خلال الساعات القليلة القادمة ده يمكن كانت التطورات القانونية النهاردة في محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات الأهلي وأنا اللي قلتلكم من مبارح أنه فعلا الأهلي يا جماعة استقراره في أنه كل أموره بتدار داخليا من خلال لاحة النظام الواضحة جدا والصريحة واللي اعتمدت بأكبر جمعية عمومية بين كل الأندية لاعتماد وإقرار هذا الدستور الحاكم للنادي لكن مع كل التأدير أن التقاضي حق أصيل حق الدستوري أصيل لكن يبقى الحفاظ على النادي وحسم كل أموره داخليا من خلال لاحة النظام الأساسي هو حق طبيعي وأصيل ترجمة نانسي قنقر